طيب بالنسبة ليه حارسنا الكبير محمد الشناوي موقفه من مباراة نهائي دوري أبطال أفريق فيه ناس تحب إيه تضايقك محمد الزيال النهاردة أخبار يقول لك إيه محمد الشناوي شير حقنا يا دوري أبطال أفريق محمد الشناوي أصابته هتطول محمد الشناوي مش جاهز ولكن إيه هي الحقيقة في هذا الأمر محمد الشناوي زي ما قلنا لكم قبل كده عنده شد كبير في عضلة السمانة يرتقي للمزء البسيط محمد الشناوي مش يلعب المباراة القادمة للنادي الأهلي في الدوري وغالبا بحسم ما سألنا في النادي الأهلي وسألنا الجهاز الطبي في النادي الأهلي هو الراجل هيبقى جاهز ليه مباراة الوداد المغربي في زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا قبلها بأربعة أيام يعني قبلها بأربعة أيام الجهاز الفني هيستلم محمد الشناوي جاهز سليم معاف أربعة أيام قبل المباراة وده وقت كافي جد وكده كده في الدوري هو عنده إصابة وعنده كمان إيقاف التالت مباراة لحالكم عارفينه فكده كده هو غايب يعني مش مشكلة فهيريح لحد المباراة النهائية جهاز الفني يستلم في التدريبات الجماعية قبل مباراة الوداد أو الزهاب النهائي بأربعة أيام فما تقلقش خلاص خلصانك فصل محمد الشناوي اسمع بقى زي ما تسمع طبعا الحالة الطبية والصحية دي في علم الغيب سحب نجيب الكلام اللي من الجهاز الطبي لقد الله يحصل له تكرار الإصابة لقد إن شاء الله يتعافى سريعا فيوصل قبل أربعة أيام التدريبات الجماعية ويشارك في التدريبات الجماعية قبلها أكتر من أربعة أيام كله أمور دي واردة بس احنا جبنا لك من المصدر المصدر إيه؟ جهاز الطبي للنادي الأهلي قبلها كلر إن محمد الشناوي هيبقى جاهز طبيا قبل المباراة النهائي مباراة الزهاب في نهائي دورة أبطال أفريقيا بأربعة أيام اقرأ بقى واسمع زي ما أنت عايز سيب اللي يكتب يكتب واللي يقول يقول محمد الشناوي إن شاء الله حارس النادي الأهلي فيه مباراة الزهاب وإياب نهاية دورة أبطال أفريقيا ولكن هل مثلا علي لطفي أعمال لك حاجة وحشة؟ هل علي لطفي أنت علام منه قوي كده؟ هل علي لطفي لما بيشارك في مباراة مع النادي الأهلي بيقدم أداء سيء؟ لا في كل المباراة اللي شارك فيها علي لطفي لما بيجي من بعيد قوي بيقدم مباراة جاية فهنا فيش علاقة برضو ما تقلقش من قصة بتحرص المرمى دي ومع قوة دفاع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة خليتك برضو مش علان قوي أنت مش محتاج الكور ما بتوصلش المرمى كتير حاجة الوحيدة اللي أنت عايز محمد الشناوي يلعب بسببها المباراة مش إن عايزه في مستوى سيء لا أنت عايز خبرات محمد الشناوي خبراته الكبيرة ماتش يتوتر ماتش يتقزم تضطر الدافع وإنت مسجل أهداف فيبقى فيه ضغط عليك فخبرات محمد الشناوي هنا تفرق يعني أكيد تفرق فيه درجتين ثلاثة زيادة ياخدهم محمد الشناوي بس ما فيش قلق لو علي يدفع حتى شارك بس الأكيد إن شاء الله إن شاء الله محمد الشناوي في المباراة النهاية زهابا إيابا بإذن الله طيب